مازال معنا على الهواء مباشرة الدكتور محمد الحسيني أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة وأستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالإمارات في تخصص النظم الذكية وأمن المعلومات وطبعا إحنا بنتكلم على أربع علماء مصريين هم الأكثر تأثيرا مرجعيا في العالم في قائمة كيلاريفيت الدولية برحب بك من جديد يا دكتور محمد ويمكن إحنا كده إدينا للناس بعض العنوين الرئيسية حوالين هذا التصنيف أو هذه القائمة وجود حضرتك فيها أكثر تفصيلا عن إزاي ممكن الشخص بيرشح أنه يكون ضمن هذه القائمة وإزاي بيكون له التأثير الكبير ومن هنا بيتم طبعا النظر إليه بنظرة فيها اعتبار كبير فيما تخلص بالعلم يتلقص في العلم والعلماء هذا التصنيف يكتسب أهميته من كونه بيعتمد على الأبحاث القوية اللي تم الاستشهاد بها كمرجع أساسي للباحثين على مستوى العالم في تخصصات مختلفة يعني لو البحث تم نشره في سنة معينة تم الاستشهاد بي من دول مختلفة في مجلات أيضا مصنفة ومجلات لها وزنها العلمي بيتم إدراك هذه الأبحاث ضمن هذه القائمة ما فيش باحث بيتدخل في عملية التصنيف من كونها أو جامعة أو مؤسسة هي علماء في تحليل البيانات خاصين بمؤسسة كلاري بتانالاتيكس الدولية هم بيقوموا بتحليل البيانات دي وبيشوفوا بيطلعوا الليستة أوتوماتيك والسنة دي عملوا على مستوى العلم في جامعة التخصصات في تقريبا ثلاث تلاف وقمسومية تخصص فوجدوا أن الأكثر العلماء تأثيرا على مستوى العلم في جامعة التخصصات طبقا لأبحثهم المنشورة في مجلات رصينة علمية محكمة وتم الاستشهاد بيها من دول مباحثين في دول مختلفة وباحثين لهم بنسميها البروفايل أو لهم وزن علمي وجدوا أنهما ستلاف باحث على مستوى العالم أربعة منهم كانوا من مصر في هذا العام هذا التصنيف يكتسب أهميته من كونه يعتبر مرجع أساسي لجميع التصنيفات العالمية اللي بتصنى في الجامعات زي تصنيف شانغهاي اللي هو إحنا عندنا فيه خمس جامعات مصرية فقط تندرج تحت هذا التصنيف في تقريبا لتصنيف عشرين وعشرين تصنيف ده بيخصص عشرين في المية من قيمة التصنيف نفسه للجامعة من الدرجة اللي بتمنح للجامعات إذا كان فيها أحد العلماء أو الباحثين مدرجين في تصنيف كلايرفيتاناليتكس فمن هنا بتكتسب أهميته يعني هنا يا دكتور جامعة المنصورة استفادت من وجود حضرتك ضمن هذه القيمة شرف لي لأن طبعا جامعة المنصورة هي جامعة صاحبة الفضل الأول علي في كل شيء بداية من درستي من أول ما درستي لتحقق بها كطالب إلى حتى المطلعة باعثة في الولايات المتحدة الأمريكية فجامعة المنصورة طبعا يعني البيت الأول طيب قولي يا دكتور فكرة النشر العلمي من خلال الدوريات المختلفة أو حتى التقدم بأبحاث معينة أعتقد ده برضو بيرفع من قيمة التصنيف بالنسبة للجامعات وإحنا دلوقتي ما شاء الله حتى عندنا الجامعات الإقليمية بدأت تكون دخلة في التصنيف مش شرط الجامعة ككل ولكن بعض الكليات كمان بدأت تكون موجودة في الصورة بشكل كبير يعني ده ما كانش موجود عندنا زمان الحقيق القصة كانت مقتصرة دايما على الجامعات الرئيسية زي القاهرة أو عن شمس أو إسكندرية إزاي أنت بتشوف التعليم الجامعي خلال هذه الفترة وإزاي أن احنا بدأنا نكون موجودين حتى في التصنيف سواء على المستوى الأكاديمي أو حتى على المستوى المؤسسي بشكل كبير لا والحمد لله مصر في الفترة الأخيرة عندنا رؤية واضحة للبحث العلمي والنشر الدولي في المجالات المختلفة وده يعني طبقا في تصنيفات كتيرة بتظهر للبحثين وللجامعات وللمؤسسات بناء على الإنتاج العلمي وأهميته ومدى استشهاد العلماء الآخرين به في أبحاثهم اللي عملوها فمنشوف مثلا تصنيف شنغهاي الأشهر زي ما قلت لحضرتك أدرك خمس جامعات مصرية في عشرين عشرين وهم جامعة القاهرة جامعة عن الشمس جامعة الإسكندرية جامعة المنصورة جامعة الزقزيك بالإضافة إلى خمستات أجمالي خمستاشر جامعة مصرية في تخصصات مختلفة يعني الجامعة نفسها مش مدرجة في التصنيف بين الجامعات لكن تخصصات معينة في هذه الجامعات يتم إدراكها في مثل هذا التصنيف بناء على جودة البحث العلمي والنشر الدولي اللي بيتم فيها من باحثين احنا كان لسه من فترة من شهر أو شهرين ظهر تصنيف تاني ما يعرف في الوسط الأكاديمي بتصنيف ستانفورد للباحثين أيضا الحمد لله كنت اسمي متواجه فيه وكان فيه بالإضافة إلى أكتر من اتنين وعشرين عالم من جامعة المنصورة في هذا التصنيف للجامعات المصرية لكن ده كان بيعتبر على قاعدة بيانات أخرى تسمى قاعدة بيانات السكوباس اللي بتنشر عن طريق دار النشر الدولية السفير ده كان يعني يعتبر أوسع لحد ما جودة البحث العلمي هي اللي بتحدد إذا كانت الجامعة أو التخصص أو الكلية هتدرج في مثل هذه التصنيفات ولا لا فإحنا الحمد لله ماشيين بخطة سابتة عندنا أكتر الميزة كمان إن فيه رؤية واضحة للبحث العلمي والنشر الدولي في مصر مؤخرا عن طريق بنك المعرفة المصري اللي بيسهل كتير جدا على الباحثين المصريين للنشر الدولي لسه مؤخرا في اتفاقية بين بنك المعرفة المصري قريتها رئيس مجلس الوزراء وافق على اتفاقية لدعم الباحثين في النشر المفتوح أو بنسميه ده كان بيكلفنا كباحثين مصريين أعباق كبيرة فيه لما بيجي ننشر أبحاث بتبع تكلفاتها عالية الدولة المصرية تكفلت في اتفاقية مع تحت بنك المعرفة المصري بأن يتم دعم الباحثين المصريين في مراجعة أبحاثهم ونشر أبحاثهم بدون تكلفة وده طبعا إن شاء الله خلال الفترة القادمة حيفرق كتير جدا فيه مع الباحثين المصريين ومع تصنيف الجامعات المصرية في البحث العلم طيب يمكن يا دكتور محمد ناس كتير بتعتقد أن بنك المعرفة معني بس بفكرة الطلبة والمراجعة والاستذكار وجمع المعلومات ولكن ناس كتير ما تعرفش عفوا إن حضراتكم كأعضاء هيئة تدريس ممكن تكونوا موجودين من خلال بنك المعرفة أو حتى يكون لكم دور مميز وواضح من خلاله إزاي ممكن نتكلم عنه وإزاي ممكن بيفيد الكادر التعليمي أو حتى الكادر الأكاديمي في نشر المعلومات أو حتى تحصيل كم من المعلومات ممكن يفيدوا على المستوى العام فيما بعد بنك المعرفة المصري الحقيقي بيقدم خدمات كتيرة جدا للأكاديميين وعضاء هيئة تدريس والباحثين المصريين في جميع المجالات منهم مجالات النشر الدولي بالإضافة إلى دورات التدريبية اللي بتعرف الباحثين عن كافية النشر والتعامل مع الأبحاث العلمية في المجالات الرصينة وغيرها بيقدم لنا كمان أدوات مساعدة لإدنا نعرف نتفاعل ونتواصل مع هذه المجالات ونعرف إمكانياتها وتصنيفاتها يعني خدمة زي كلارفت موجودة على البنك المعرفة المصري يمكن من خلالها أنك ترجع للمجالة وتعرف تصنيف المجالة والأبحاث اللي فيها وتوصل للأبحاث اللي فيها بكل سهولة وبلاش بدون سبسكريبشنز أو بدون اشتراكات أو غيره كمان بنك المعرفة المصري بدأ يعمل دعم للمجالات المصرية اللي كانت بتصدر عن طريق الجامعات المصرية المجالات دي مجالات رصينة جدا ومجالات لها اسمها لكن للأسف كانت في حلقة مفقودة حلقة وصل إزاي نوصل بالمجالات دي للعالمية على أساس يتم اعتبار الأبحاث اللي بتنشر فيها أبحاث تدخل في تصنيفات الجامعات المصرية دلوقتي بنك المعرفة المصري بقى يتبنى رؤية واضحة لمساعدة هذه المجالات والحمد لله أصبحت عندنا أكتر من مجلة تتبع لأكتر من كلية وجامعة مصرية مدرجة في قواعد دينات سكوباس وبوف ساينس وغيره وبقت مجالات رصينة ولها اسمها طيب دكتور محمد بوصف حضرتك طبعا أستاذ جامعي أو باحث في أي من المجالات العلمية هل حضرتك عندك أي مطالب أي أمنيات ممكن تتحقق خلال الفترة الجاية بتنشد من خلالها المسؤولين أن هم يوفروا عشان تكون البيئة أكثر تأثيرا بالنسبة لحضرتكم وعايز برضو أدي كده نصيحة لأصدقائك وإخواتك وطلبتك خلال الفترة الجاية اللي حابين أن هم يتفوقوا في أي فرع من العلوم إزاي يمشوا على الطريق السليم أو حتى على الضرب الصحيح عشان يكونوا مؤثرين زي ما حضرتك كده ماشاء الله مؤثر وبنتكلم مع حضرتك النقاردة والله هو زي ما قلت لحضرتك أن خطوة كبيرة جدا كان كنا محتاجينها وكنا بنطالب بها موضوع دعم الأبحاث العلمية في المجلات اللي هي مفتوحة المصدر أو لأن الرسوم النشري فيها كان بيبقى عالي شوية وكان بيعتبر عقبة على الباحثين اللي احنا بنطالب بيه بس أن يبقى في زيادة للاحتكاج بين الباحثين المصريين والجامعات الأخرى المصنفة دولية في الجامعات الأجنبية طبعا احنا عندنا كمية لا بقسة بها من البعثات كل عام بتدعم من نزارة التعليم العالي وبيطلع باحثين مصريين سواء على منح خاصة طبعا للجامعات أو طبعا وزارة التعليم العالي وفيه تبادل كبير ما نقدرش ننكره لكن برضو محتاجين إلى حد ما الجامعات المصرية تستضيف أساتذة أجانب يكونوا أعضاءها يتدرس فيها وأنا أعتقد في جامعة القاهرة يعني الفكرة دي موجودة فيعني ليه ليه تبادل الخبرات وتبادل الأفكار البحثية ولتدريب الباحثين المصريين الشباب على الاحتكاك الدولي وتنمية قدراتهم في مجال البحث العلمي والنشر الدولي. طيب نصحت الطلبة بقى? هي نفس النصحة دي مستدولة. الطلبة لابد من لابد للطلبة من الاحتكاك الدولي ولابد لهم من آآ التعامل مع الأساتذة الأجانب بشكل كبير. نعم. لاكتساب خبرات في وخاصة بربط الأبحاث بتاعتهم بالمجال الخاريجي للجامعة. يعني ما يبقاش مجرد اطروحة ماجستير أو دكتوراه لنشر بحث علمي وهذا هو الهدف وخلاص. لا. لازم يكون فيه هدف منشود خاصة مع فتح قنوات كبيرة لتمويل البحوث من خلال الصناعة ومن خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فلازم يبقى فيه الهدف من البحث العلمي يكون مرتبط بمشروع بحسي له قيمة وله فايدة اجتماعية غير رسالة الماجستير والدكتوراه. دايما اكتر تمييزا عن الوقت السابق. وهو ده اللي بيجيب الاستشهادات من البحوث. يعني التصنيف بتاع الكلايربيت المعتمد على استشهادات البحثين الاخرين بابحثنا. يعني احنا كان فيه في يعني اكتر من 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 دولة تمت يعني بحثين فيها قصد من مؤسسات كبيرة ومرموكة وبيكونوا بالاستشهاد بابحثنا وبناء عليهم ندخل في تصنيفات زي كده. على اساس ان الابحاث لها قيمة تطقيقية فعليا. مش مجرد ابحاث تنشر ونكتفي بهذا وخلاص ورسالة نقشة. فعشان كده بنطلب من البحثين ان لازم يكون البحث بتاعهم له خطة وله وله اطار وتعاون وقيمة مجتمعية قبل البدء في تنفيذ الابحاث. نعم. بحيث يتم الاستشهاد بيه من باحثين ويقوم برفع تصنيف الجامعات ورفع تصنيف البحثين ايضا في المستقبل. انا ساعدت جدا جدا بوجودك معنا دكتور محمد شرف كبير لينا وان شاء الله رب كده بنتمنى لك كل الامنيات الطيبة بالتوفيق وكل من يعمل في الحقل العلمي. بشكر جزيلا دكتور محمد الحسيني. استاذ مساعد بكليات الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة. والاستاذ المشارك بالجامعة الامريكية بالامارات في تخصص النظم الذكية وامن المعلومات. بشكرك يا فندم الف شكر. شكرا جزيلا شكرا جزيلا سشيا. شكرا جزيلا.